موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في درس جديد لما أدت اللغة الإنجليزية للصف الثاني المتوسط اليوم عندنا بوب عن باسم دا أنت اللي هو النمل وهو نهاية الفصل الخامس lesson 10 of chapter or unit 5 هل تتذكر ما الذي حصل إلى بوب في اللاست ستوري؟ طبعا احنا رح نبدي بهذه الأسئلة اللي هو واضحة بالكتاب الريد كتابك أمامك والكراس أيضا لأنه رح نحل تمارين مهمة متعلقة بهذا الدرس والدرس السابق صفحة 56 هنا منطينا عدة أسئلة أين كانوا ذاهبون الشباب؟ طبعا الأنس تعرفوها بالأول الابتدائي اللي هي النمل أين كانوا ذاهبون الأولاد؟ كيف تعرف أن بوب لا زال متعبا؟ ما الذي جلس عليه بوب؟ خلونا نقر القصة ونجاوب على هذه الأسئلة بنهاية القصة حسنا يا شباب استيقظوا هي وشكت على أن تكون الساعة الخامسة حقا 5 جيم كوبر شعرد صرخة أو صاحة جيم جيم كوبر يجب أن نستيقف مبكرا لماذا؟ يعني نمشي نمشي أو نسير في في الجبال جيم كان لدينا نسير في الجبال الجيد هو الدليل ما لدنا كان جيم جيم هو الديل الجيد هو الدليل بوي يوند بوب يوند بوب يعني نعس نحن نقول الثاوب باللهجة العراقية بول وز اسليب و بول كان نائما وي جوت انت ذا كام باس صعدنا بالباس المخصص للكامب للمخيم رايت بويز حسنا يا شباب سجم هي ما تقارب الساعتان يعني ساعتين بالسيارة سياقة لذلك استرخوا ارتاحوا لأن الطريق هو ساعتين دعونا نغني ساد من اللي قال هنا دعونا نغني ساد هانز ساد هنا مواضح اله عندي دعونا نذهب نرجع للنوم هناك واحد قال ولكن باسم قال خلونا نرجع النام ايانت انا اونا عسد بول وشك وعزيز بول وشك وعزيز كانوا مسبقا ما ناموا هذوله بول وعزيز الباس توقف الباس في نهاية دستي رود يعني طريق فيه تراب دست من التراب نحن هنا قال جيم جيم كل واحد اخرجوا موضعنا لسفة طويلة لحد ما طويلة من خلال طريق خلال through a forest الفورست اللي هي غابة we crossed streamed and climbed over rocks يقول احنا cross عبرنا مجاري وتسلقنا climb over rocks فوق الصخور we saw flowers and birds of every color رأينا ظهورا وطيورا of every color من مختلف الأنواع they were beautiful كانوا جميلات أو كنا جميلات really beautiful حقا جميلات said باسم I have never seen colors like that لم يسبق لي أن رأيت ألوان مثل هذه like that said Paul قال Paul I have said Aziz قال هذا Aziz said check أوكي قال check أوكي أو checks زين طبعا هذا المونتين ستريم with rocks مونتين ستريم هاي المجاري والروك الحجارة أوكي فالي صار إنه write boys time for lunch said Rod قال قالهم حسنا يا أولاد time for lunch هذا وقت الغداء everybody sit down and took out their sandwiches كل الجماعة اللي موجودين sat down يعني جلسوا and took out their sandwiches وأخذوا الساندويت ما لاتهم فالشيس and tomato هذه كانت نوعية الساندويت إنه من ال cheese اللي هو الجبن وال tomato I sit down on a rock أنا جلست على حجر I pick up a sandwich والتقطت أخذت يعني ساندويت اللي هي أحنا نسميها اللفة كانت مغطاة بحيوانات صغيرة little animals ouch I screamed صرخت I صرخت something has beaten me شيء ما قد عضني ouch 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 more bites الكثير من العضات you are on an anth hill أنت على تل نمل said باسم move قال باسم تحرك I move quickly where why me عادل عبارة I تحركت بسرعة I moved quickly why me why do these things I said always happen to me لماذا هذه العشية دائما تحصل لي لماذا أنا I always happen to me said the others I didn't know that the ants I didn't know that ants like cheese and tomato and said basem the ants finished lunch أنهت النمل الغداء وكذلك بدأنا بالتسلق طبعا هذا الموضوح هو اللي كان القصة عندنا الأسئلة أين كانوا ذاهبون هذي الأسئلة مهمة جدا يعني تجيك بالامتحان كيف تعرف أن بوب لازال متعبا لأنه الثوب ما الذي جلس عليه بوب هنا نقطة المفروض وهنا نقطة وهذه هي الأجوبة طبعا أيضا في صفحة 75 طالب من عندنا انحل هذه الترو والفولس الناس كانوا يجبون أن يقعدون قبل الساعة الخامسة هذا غير صحيح لأنه ليس روض يعني قلنا جيم الكل غنى في الباص لا هذا خطأ اللي هما ناموا قسم من عدهم ناموا الآن كلما يأخذ من قبل الساعة الخامسة وطماتو طبعا يقول كل واحد إذا أخذ توميتو و سانداويتج فور براكفست وهذا الشي تقولون خطأ لو صح صحيح هم ما إكلوا توميتو و سانداويتج فور براكفست أو فور لانش هذه المفروض أن تتحلوها الواجب مالدكم وأيضا عندنا البقية خلا قرالكم إياها بوب نيفر كومبلاين وين باد تنسيقين هبن تهم يقول بوب أبد ما يتذمر عندما تحدث له الأشياء السيئة طبعا هو يقول يصرخ why why me the other boys find it funny when bad things happen to bob يقول البقية الأولاد يجدون الأمر مضحكا عندما تحصل الأشياء السيئة when bad things happen to bob أي صحيح لأن هم بالأخير هم اللي قالوا الجملة why me اللي دائما ما يقولها هو بوب طبعا عندنا lesson 9 واحدة من التمارين اللي لازم نحلها بهذا الفصل اللي هي متعلقة بالسبيلنج عندنا كلمات يتكرر بيها الحروف مثلا message يتكرر بيها double s passive يتكرر بيها passive هو المبني المجهور قلنا يتكرر بيها s possible يتكرر بيها s stay satellite ال satelite ال L متكرر بيها traveler متكرر ال L speech اللي هو الكلام traveler المسافر و speech يتكرر بيها ال E وال screen اللي هي الشاشة متكرر بيها ال E وعدنا look اللي هي ينظر متكرر بيها ال O وايضا عندنا تمارين مهم صفحة طبعا صفحة 73 من 75 صفحة 73 تمارين بي read the definitions and write the words اقرأ التعريف واكتب الكلمات يقول a building بناية that has many hundreds of books بناية بيها العديد مئات الكتب يا هي هاي البناية library okay a building where you can keep money بناية يمكن ان تخلي بيها money شنية من يعرفها عدنا هنا بالعامية بالعربي نسميه bank okay هو bank البنك نخلي بي building بناية where التي فيها you can keep money نخلي money a book كتاب that gives you the meaning of words كتاب يطيك معنى الكلمات اللي هو القاموس dictionary و something to read that you can buy every day شيء تشتري something to read لتقرأ that you can buy every day يمكن ان تشتريه يوميا هو النيوز بيبر الجريد نهاية الفيديو لا تنسونا باللايك وشار وسبسكرايب للقناة حتى يوصلكم كل جديد ان شاء الله ومستمرين في شرح مادة اللغة الإنجليزية للصف الثاني المتوسط وبقية المراحل في أمان الله وحفظة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة